بس تسلمها في واحد عجوز الهالي رئيس الاتحاد حبيب الكل ربنا يديله الصحة وكان رئيس الاتحاد كرة قدم ومن أنضف وأنزه رؤساء اتحاد كرة قدم يديله الصحة والعمر الراجل لما بيكبر في السنة يخليله في كل بيت لقمة معناها ايه؟ انك ما تزعلش حد وما تزعلش حد مش معنى كده انك ممتسيب لا في الحق طيب هنتقل عشان نفسم الحوار شوية تحت امرك حضرك قلت جملة مهمة جدا بالنسباني انتو عندكو حق واجراءاتكم صح عندنا حق واجراءاتنا سليم رغم هتبقى للقانون رغم ان انا معترض على الليلة كلها المنظومة كلها ليه؟ لانه الجمعية العمولية عدم دستورية من القانون انه الجمعية العمولية ازا نقول مجلس الشعب هو المموت دي انه حط اللايحة والنادي حط لايحتك هالطريق انتخاباتك بقى عدد هد ايه؟ اللجان الفنية بتاعتك اللايحة المالية الداخلية ده شغلة كهي اخر سؤال في المنطقة دي يوم يومين اسبوع تلاتة محدش ندعوه ولا مفيش نص مانع احنا بنتكلم خانون يعني لو انت حضرتك دلوقتي انت بحكم المحكمة انا عارف ان انت بحكم المحكمة رئيس اللجنة الولمبية انا مازلت لا احنا عمي لقى البركة انا حرجع بزي بركة فيش اه حضرتك قاعد على الكرسي اللجنة الولمبية مكانش ده حصل والنادي الاهلي بيعمل كده كنت حتقوله انت بعضك تقوله لا انا بتكلم على حالة الاهلي كنت تقوله باطل؟ لا مش باطل بص ايه سنة دي ما انا لو انا مازلت رئيس لجنة الولمبية مكانش الكلام ده حصل لسببين لانه لازم الدولة ترجع اليد العليا والانشراف على الايئات كلها انت كنادي من حقك تحط لحيطك الفنية والمالية وانا من حقك ان انا اشرف عن الكدو مين اللي عمل اللي حالي استرشادية؟ الوزار فايل الوزار اول يوم الايام كده عشان الدولي الصحي الحمد لله رب العالم تشخصها جميلة انا وانا انا انا بحترم صراحة حضرتك جدا والله انا بكت عايز امزل نزلوني معك بالعافة اقول بس انت جميل اقول اشكع اه صوت الصوت الحق دايما هو اللي هيعلو انا على يقين بكده طلوقت طلوقت ما بشتغل الشغلانة دي طبعا حضرتك بتقول نحترم القانون طبعا واحنا دولة قانون مفروض طب ما انت معاك حكم المحكمة تعالى نشوفه مع بعض اه دي حكم المحكمة امام حضراتكو اللي المستشار خالد زين معا حكم حكم هو الرجل الكسب القضية اللي هو رئيس الاتحاد او رئيس اللجنة الولمبية حضرتك بتتحك بتتحك ليه لا انا متنازلت لشها ام اه مكبر لا لا ما فيش حاجة تبني قبل ام اقوى مش خالد زين لا 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 شوف انا عايز اقول لك حاجة تنازلت ليه لا مش انا متنازلتش ولا حاجة اتضغط عليه لا واكثر لا ما فيش حاجة يضأ خالد زين ما اتضغطش عليه لربه بس انتهى بس عشان نبقى عارفين انا واضح انا اللي حصل انه المؤامرة ما انا مش عايز اقول مؤامرة لاني فيهم ناس حبايب وانا والله انا بحبهم كلهم يعني انا لغاية دلوقتي انا مفيش في قلبي كره لحد فيهم وبتمنى لهم ان ربنا يوفقهم صح ولهم احتاجوني واقولهم شام انا حسنتهم بس في الحق لكن اللي بيحصل ده غلط ما تسلمش دهنك اللي جاي من بره اللي بينف السياسة ضرب في مفاصل مصر ماينفعش ودليل كلام حضرتك اللي تشن من مناصب مهمة انت تشن والاتحادات الإقليمية كلها طلعت للدوحة ده مؤسق هذا الكلام سيادة المستشار كنا بندور على كلمة الحق ومعنا فريق عمل محترم ابتدنا ندور ونشوف ما انت عمد بيجي في حاجات بنتكلم الكابتن حمادة مالو حمادة المصري ايه كان الاشرارة الاولى بعدها الناس كلها بتدت تتكلم كله ما خافش تعال نشوف الكابتن حمادة لا حمادة حقاني تعال نشوف الكابتن حمادة شام خطب اللي عمل الليحة من اللي عمل الليحة؟ الوزارة الوزارة احنا ما عملناش حاجة احنا ما عملناش حاجة الوزارة اللي عمل الليحة دي احنا بصمنا عليها في ساعة كان قبل الفطار انا بقولك اهو بالزبط كده حتى حاولنا نتناقب فيش وقت فيش وقت خد بقى لك فيش وقت الوزارة بص عشان منظمش المهند الشامحطة بقول لجنة المنبيها جماعة احنا 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 اجماع في حاجات غصب عننا عملناها عشان خاطر الظروف وي تنصيقا ما بين الوزارة والمهند الشامحطة احنا عملنا مشكلة ليه احنا يعني انا بسأل سؤال النادي النادي الاهل نهاردة ما عمل مئة وست ألف عمل علومين ايه المشكلة هو النهاردة ايه اللي يمنعه هل القانون يمنعه لا خلاص هادك انت قلت انا عندي مادة في اللايحة او مادة في القانون تمنع اي انتخابات علومين عندك خلاص لو عندك يبقى انت تعديد القانون يبقى انت غلط لو ما عندكش يبقى انت حر انت بتعظم دور الجماعة عمية والكلمة كلمة كلمة جماعة عمية هي صاحبة الله مش احنا مش حنا عملنا لجنة سلسية عشان تدير الرياضة في مصر في ظل غياب القانون طب احنا النهاردة مفيش لجنة سلسية عندنا قانون وبنشكر الدكتور حسن مصطفى على الفترة اللي كان موجود فيها وبنشكر المهندس شامحطب ومهندس خالد عزيز كلهم ناس محترمين وقداروا الفترة بحنكة وحاجة جميلة جدا عندنا قانون طب ما نطبقوا وفيه حاجات منفعش تقالها واللجنة المبية الصراع ده جاب حاجة يعني ايه الصراع ده يعني انا كل التلفزيات اخلق اهلي ولجنة المبية على ايه على ايه على يومين على ايه قصة هل الاهل نهاردة اخترق القانون اخترق اللوايح ما عايزين نعرف بس لو فيه كده اقول لتطلع لجنة المبية وانعضوا فيها بيان عشان انا ابقى ساند الاهل اخترق القانون بمادة رقم كذا او البند رقم كذا فيه كذا 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 فبيلتالي أنا أقول لنا ده أهل انت غلطان لكن النهاردة الأهل عمله الأهل يعزم دور جمعهم أي الله أنا عاوز النهاردة 16000 يكون موجودين أشادي عشان يدلوا بصوتوهم في الجماعية عشان يحبوا بعضنا أشادي عندنا مشكلة خطيرة جدا تعرف لو فيه لقاء حصل لقاء بمودة وحب للبلد وحب للكاس ما بين اللجنة ومبين الأهل خلصت قصة خلصت أنا أقول لك فيه عناد من اللجنة أربية وفيه تقبر من نادي الأهلي على إيه يا جماعة إحنا عاوزينا تحمل سلي لو أنا خدت النهاردة قرار مع عضينا إحنا كلنا موافقين على القرار ده لكن فيه قرار بتاخد ده مش موجود فبيكتالي أنت ما تعرفش عن الحال كابتن حمادة حضاك بتقول نحب بعض أو أنت مش شايف الحلقة ولا إيه نحب بعض فيه إحنا بنستقوى واللي يفرد دراعات والبقاء للأقوى دي واحد اتنين كابتن حمادة أنت بتقول كلمة الحق ليه يا كابتن حمادة أو أنت نازل عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي نازل انتخابات يا كابتن حمادة أو أنت متخنق مع زماي لك عشان كده بتقول الكلام ده بالمناسبة الكلام ده كان قبل مباراة الترجي وكان مدة الكلام ده ربع ساعة فقط قال أنا مش هنصر غير الحق أنا ما عنديش أي مشاكل ولا دخل الانتخابات في الاتحاد ولا الكلام ده لكن ده هطلع عند ربنا هتحاسب فمش هقول غير كلمة الحق مش عشان أنا قاعد في قناة النادي الأهلي أنا متذكر كلامه كويس جدا فبالتالي بنهجمه ونموته عشان قال اللي عمله الأهلي صح إيه رأي كالستة المستشفى حمادة المصر اتوقف من غير اجتماع لا بس بس أنا عايز أقول لك حاجة أنا بشوف كل اللي بيجرد احنا بنرجع نقول في الأصل إنه الدنيا متسيبة يعني أنت لما أجي أنا في المادة التالتة بتقول تتولج ده اللهم اللي بيقولوه اللي أنا برضو مش مقتنع بي تتولج جماعة العمية لللجنة الأولمبية المصرية واحد اللجنة البرلمية المصرية اثنين والأندية الرياضية تلاتة والاتحادات الرياضية أربعة ده حتى في الكتابة كتبين غلط لأنه مفروض الاتحادات تيجي قبل الآن ده بدأ ما هو ذكر أولمبي بعد الأولمبي الاتحادات كذا اللي كاتب القانون نفسه كان حتى عايز إعادة صياغة معلينا تتولى كذا تحط أنظماتها الأساسية بما يتوافق النساق الأولمبي طب منشكلين قوي هو المنساق الأولمبي في أساسا اللي اللجنة الأولمبي تعمل لهاها استرشادية لا 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 ممنوع والدليل على كده الجواب اللي في إيدي من رئيس الأسوف رئيس الاتحاد للاتحادات الأولمبية بيقول اللي هو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة اللجنة الأولمبية ليس لها لا من قريبه المعيد أتدخل في وضع أي أنظمة أساسية للاتحادات السؤال الثاني أنا أعده قدام مستشار والطبيعي مستشار كبير مش مستشار يبهدلونها هو ينفع المادة تقريبا 92 تقريبا مش متذكر المادة هو ينفع رئيس الاتحاد يأخذ قرار اللجنة الأولمبية يأخذ قرار من غير ما يرجع للناس لا أشوف هو اللجنة الأولمبية بتدار بأسلوب غريب شوية أسلوب غير احتراف يخد بالك أنا برضو أنا اشتغلت مع قمن إن كان اللي هو منير شابت أو اللي هو محمود أحمد علي دول قمن يعني محمود أحمد علي يعني مش كان يحافظ اللي اتنين وانا تعلمت منهم الحكاية دي يعني يجي ليه ما يطلعش إلا عارفين رايح فين ومحدش يسافر كده فسحة يعني إن كان ده ولا ده يقولك اللجنة لو ما مهاش محوال جاية مش بسطة احنا جيب اللجنة وحيعملوا إيه ويعني النتائج والفلوس اللي هتتاخد إيه لا كانوا وانا التالت بتاحهم اشتغلت تحت إيد دا وتحت إيد دا والاتنين قمم في الإدارة إن كان اللي هو منير سابت أو اللي هو محمود أحمد علي قمم قمم في الإدارة وحتى يا أخي أنا برضو أنا اشتغلت فلوسة ناس أنا كنت عايز فلوستيهم بس قمم سليمان حجر اللي هو أحمد همام المسادة بن وستشار محمد داكرولي المونير سابت محمود أحمد اللي هو محمود أحمد علي كان في قمم محترمة كان رئيس اللجنة كان رئيس اللجنة أما بيجاء في القرار ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش يا حبيبي إحنا إنساء تدخلنا والله الهالي عم فتح رجب وانا ما صدقتوش أول كلمة الهالي قال لي أنت مش خدت إيشان قلت له قال لي أول حاجة أعملها حيضرب زنب فيك وفص الأعضاء فاتحكت قال لي أول تاني حاجة أعملها طول ما هو قاعد القرار تقوله هيمسك التليفون وابلغ الصحفين به قلت له ده حالة عدم استقرار قال لي هو كده لا أتمح يطفشك وتي تقعد جنبي أنا اتحكت قلت له طبو ليه تمانا أجي أعد جنبك على طول يا فتاك خلقوا نتحك يعني أنت فهم لا أنا مش تطفيش هو مش تطفيش هو مؤامرة لأن أنا إذا كنت أنا بقول لك أنا نهاية الدورة دي أنا أعمش طب أنت تعب على نفسك ليه وعايب سماشيني بدري ليه عشان ترضي الوزير وترضي حسن مصطفى هديك رضوتهم يا سيدي خد بالك هيجعليك يوم برط والله يعني أنا وصلني معه ما عايزيني رشرحه واحد تاني مين لا بش أقول أسماء لهم كلهم أفاضل خلاص أقول لا أمعرفش يا بقى مش مشكلة لما تعرض علي اللي بيقول لي قلت له لا أنا حقف معاشا يعني لما تعرض هنقول فلان وفلان قلت له لا أنا يعني سيبك هو بقى عمل إيه ربنا اللي يحزبه لكن أنا ركلت معيش هملا وجيت له يعني اعتبر كوين برانش بيته وراجل عزيني يعني لا لا كانت طيبة إذا كان دماغه بقى ركب دماغه شوية عفاري دي حاجة أرجع له خلاص لكن أنا على المستوى الشخصي أنا بحتزي به لما سألني هذا الشخص وده بقى اللي زعله مني الشخص ده قال لي أنا شوفتش راجل كتر يعني عملوا فيك ده كله وتقول كذا قلت له بص أيا كان في الحتة دي هو لو شغل اللي جان زي ما أنا قلت زي ما أنا كنت عامل وابتدى يسترشد أنا أعتبر أخوك كبير أنا أكبر من إشاءه سنا وخبراتا وكله لو ماشي بالنظام الحلو ده والله لو ينجحوا بيت فل عشر لكن المشكلة المؤامرات وإن أنا أشوف الوزير عايز عايز عرض الوزير وعايز عرض الغفير وعايز عرض ماشي حتمت في أعتقد الناس كلها لازم الدنيا حتتقلب عليك وده لأنا بقوله خلى المنصب الرئيس اللجنة الأولوية فقد فقد هيبته يا راجل أنا في يوم كابتن محمود بفكرني كابتن صالح سليم الله يرحم الله يرحم ويد العمر لكابتن محمود كابتن محمود فيه كتير قوي من كابتن صالح كنا فيه عزومة في الصفارة مش هنقول اسم الصفارة عشان محدش يزعل فروحت أنا رايح كأمين عام وكابتن محمود كناب رئيس اللجنة الأولوية في سن الوقت ببس اللي هو منيش ثابت ودخلنا والصفارة قاعدين وبتاع اللي عزمنا اللي هو محمود أحمد عاد اللي هو محمود أحمد عاد خلي بالك ده الصديق الصادوق اللي كابتن صالح الله يرحمه وعنده ذكريات هو نفس السيستم بالك والحمد لله الواحد بيتجه اتجاههم إلى حد كبير فبيحفظ كرمته وأنه بيعلو عن المهاترات دي فدخلنا فانا قاعد فالأنتم بقول مستشار خالد احنا عاديين فالرجل ده متأخر عشر دقايق احنا جينا قبل معدنا بعشر دقايق فاحنا عاديين بقنا تلسع الراجل السفير ده دخل لقيت محمود أحمد علي قام سلم قال لي قوم قطول فيها قال لي قوم يعني سيبك اختلق انا بعشاء يعني ربنا ادي له العمر الصح فقام كابتن محمود أحمد علي سلم على السفير ده ومشي لا لا ده محمود أحمد علي يمشي ازاي لازم يدهم له قال له احنا منتظرينك بأنه احنا جينا قبل معد عشر دقايق وكده واحنا من سامو عليكم شخصية شخصية لا هنا دي انت بتحترمنيش انت رمز الدولة وده المناصب اللي انا الواحد من سكها دي كلها تعال انت ما تعرفش خالد هنا اطلع شوفني برا شوف يوم يوم اسقاطي قناة الجزيرة وقنوات التاب عليها اول من بلغ تنيم كان حافظة مصطفى ده على فكر ده مش اقوى ده مسجلة مسجلة وعملت يوتيوب وجيب اول من بلغ طلع عمل مؤتمر صعفي على باب اللجنة الاوليوبية طم اسقاط خالد زين من اللي موجود الجزيرة وزميل ليه لما عشان انا اول من بعد جوابات ضد تأمين في التجميس الكلام حوار كبير قوي انا مش عايز اتطرق له لانه خلاص انا بقى يعني انا فكرتوني بحاجات انا عشان كده انت زعلان اساسا بقى نقول من لجنة السلسية اللي اتعمل لا لجنة السلسية دي لجنة اللجنة المهلبية دي اللجنة المهلبية يا حبيبي انت بتتكلم في ايه يا سيدي لما جم يحلوا اما ليف ازعت اللي عيشنا فيها خمس ست سنين لخيرة اللجنة المهلبية دولية حنوقف النشاط ده اونطة انا عملتها يامل اخوان بس عشان نريحك ده اونطة انا بدعتها يامل اخوان اللجنة التهديد بالاستقوى نحنا حنعمل ونساو كله اونطة في اونطة لكن مفيش حد يقدر يقف مصر ليه